السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى تمرين أول يقول التمرين write a program which creates a 1D array with size 10 إذن البرنامج سيعرف مصفوف يحتوي على عشرة خانات عشرة خانات وسيطلب the program will ask the user to enter the elements إذن البرنامج سيطلب من المستخدم إدخال القيم في هذا المصفوف مثلا القيم هنا 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 يمكن تكون قيم أخرى and the program will print the sum of the elements إذن الكمبيوتر سيقوم بجمع كل هذه القيم ويطبع المجموعة في هذا المثال المجموعة سيكون 55 إذن لحل التربية أكبرين أقترح عليكم الكود التالي سأبدأ بتعريف مصفوف T يحتوي على عشرة خانات سأطلب من المستخدم إدخال العشرة قيم C out enter 10 numbers أسوي for loop int i يسوي 0 i أصغر من عشرة i plus plus وعلى طول أسوي c in القيمة المدخلة أضحها في الخانة المناسبة اللي هي ti الـ i الـ i هيأخذ القيم من 0 إلى 9 إذن هيمكننا من وضع 9 قيم في المصفوف أو 10 قيم في المصفوف ثم أريد أن أختصب مجموعة القيمة المدخلة أقوم بتعريف متغير sum يسوي 0 أسوي for ثانية إذن أسوي copy paste لهذه الفور أستخدمها sum يسوي sum plus القيمة الموجودة في الخانة ti ثم أقوم بتباعة المجموعة sum is sum أنفذ البرنامج إذن الكمبيوتر يطلب إدخال 10 قيم سأدخل القيمة الأولى 1 القيمة الثانية 2 القيمة الثالثة 3 4 5 6 7 8 ثم 9 10 sum is 55